حدثنا أبو النضر حدثنا حريز عن عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نوفير عن بسري بن جحاش القرشي أن النبي صلى الله عليه وسلم بسق يوما في كفه فوضع عليها أصبعه ثم قال قال الله أبنى آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقية قلت أتصدق أن أوان الصدقة حدثنا حسن بن موسى قال ثنا حريز عن عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نوفير عن بسري بن جحاش القرشي قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم على كفه فقال ابن آدم فذكر معناه حسنه أبو المغيرة حدثنا حريز قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نوفير عن بسري بن جحاش القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسق يوما في يده فوضع عليها أصبعه ثم قال قال الله عز وجل بني آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقية قلت أتصدق وأن أوان الصدقة حدثنا أبو اليمان قال ثنا حريز عن عبد الرحمن يعني ابن ميسرة عن جبير بن نوفير عن بسري بن جحاش القرشي فذكره ولم يقل قال الله عز وجل وقال وأن أوان الصدقة ترجمة نانسي قنقر